السلام عليكم و اهلا بكم و حلقة جديدة على القناة الكورس طائع ترانسكريبشن لو دي ما تفرجش الحلقات اللي فاتت لازم تفرج عليها حلقات منتعة جدا و ملتفة جدا و اتمنى انت تفضل طيب لسه مكملين معي من الحلقة اللي فاتت حلقة صعبة خمسين ديئة انا اسف حقكم علي والله ان انا طولت عليكم كده ولكن كلها مرتبطة ببعضها و كان لازم اشرح كلها في نفس الوقت و هي مورو لسه لايك توتوريو يعني مش بس يوتيوب yeah فيديو يعني فخلينا نه ننخش على الحلقة الي بعداه وهي إنه كنا نتكلم الحلقة فاتتك لها على الإنيشيشن بتاع Internet ما هي الحلقة بتاع كازه اكتيفيترز والكور برموتور ونمعرفش ايه? وحاجة كتير قوي قوي يعني. في الحلقة دي هنتكلم على في الاي كرياتيك وهي حاجة ما بتحصلش اصلا في يعني اللي احنا كان في ده ما بيحصلش اصلا في بس خليل قبل ما نتكلم احنا ببقى اننا تكلمنا على حلقة فاتت في الاي كرياتيك ايه اللي بعد كده بيحصل? بعد ما بدأنا وعملنا بيحصل عملية في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على ولكن كان في في الوضع مختلف او في الترميليشن. لو نرجع نفتكر الحلقة بتاعت الترميليشن اللي خدناها قبل كده فاكرين 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 في اللي خدنا قبل كده اهو الترميليشن خدنا حاجتين او كان فيه تو ميكانيزم للترميليشن اه انترميليشن اللي هو كان ده شكله وكان له علاقة بالهير بين اه ان هو يحصل اه تكوين للهير بين وبعد كده بمسك فيه زي ما احنا شايفين كده اللي هو معينة بيمسك فيها اه اه الارن اي وبيحصل ان هو بيتكون اه اه وبيحصل ترميليشن وفيه طريقة تانية كان اسمها وهي عبر عن بروتينات بتيجي تمسك فيه برضو معين ويحصل ترميليشن بناء على الكلام ده احنا قلنا ان الترميليشن بيحصل بتون ميكانيزم ولكن في الاي كارياتيكس الترميليشن مختلف شوية لانه مفيش اصلا سيكونسيز معينة بتقدر يمسك فيها البروتينات او يقدر يتعرف عليها عشان اه يحصل الترميليشن مفيش مفيش اي سيجنال بتقول ان الترميليشن خلص او هيخلص خلال الجين ولكن اللي بيحصل الارن اي بيكمل بيحصل كنتينوس للترميليشن بعد انتهاء الجين يعني مثلا اهو تلاقي الجين اهو الجين اهو تمام اهو ودي بداية الجين ودي نهاية الجين الارن اي بلي مريز عند النهاية دي مش بيوقف بيفضل مكمل ترميليشن يعني الارن ايه اللي هيطلع هيبدأ من هنا وهيكمل هنا براجم ان الجين اصلا انتهى في الموطقة دي شايفين ده كده الجين انتهى هنا خلص مفيش هو بيفضل مكمل تلاقي الترميليشن اللي طلع كبير شوية كبير اكتر من المفروض يحصل طبعا حاجة غريبة جدا ايه اللي بيحصل ده ازاي بيحصل كنتينوس للترميليشن بعد يعني النهاية اللي هو هتحصل بعد كده جت بس هو مكمل حتى بعد نهاية ما 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 خلصت طيب وانس انه اه وهو ماشي بقى خلاص احنا عدينا للمنطقة دي وعدنا الجين وعدنا لنهاية وهو مكمل كده وانس انه هو لقى سيكتر اي اي او بنقول عليه اه بولي ادينيشن اه سيكتر اه بولي ادينيشن آآ سيجنل سيكونس وانس ان هو يلاقي دي مش ضروري دي ان تكون في نهاية الجين ممكن تكون بعد نهاية الجين بشوية حلوين وانس ان هو يلاقي السيجنال دي ا اللي بنسميها بولي ادينيشن سيجنال الانزيم انزيمات اكلي كليفت بيحصل آآ بفك. بفك بعد ما يشوف ده بحوالي عشرة خمسة عشرة عشرة إلى آآ آآ بعد تاني بقى تعانيش هحتة دي اكثر يعني الرسمي كده تعالي ادي ادي الجين دي منطقة البروموتور خلاني نرسم بلون تاني ادي دي منطقة البروموتور اوكي ودي هنا الستارت بتاع الجين ودي نهاية الجين الترانسكريبشن بيحصل من بداية الجين ولكن لا يتوقف عند نهاية الجين بيبدأ من هنا هوا هناخد آآ كده بيبدأ من هنا يفضل مكمل 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 لحد ما يلاقي اسمه او اول ما يلاقي بعدها بعشرة او خمسة وتلاتين يبدأ يكسر الترانسكريبشن او يوقف الترانسكريبشن فالترانسكريبشن اللي بيطلع بيكمل لحد هنا يفضل مكمل لحد اللون الاصفر اللي في النهاية ده ده بشكل او بقى اخر مجرد ما بيحصل ليه الترانسكريبشن ايه بيصبح غير مستقر ويبدأ يفك من الدين ايه يبدأ يفك من الترانسكريبشن ويتفك بعدها مجرد ما ايه يتفك خلاص كده الترانسكريبشن بتوقف بس بيتوقف بنهاية الجين بتوقف لما بيقابل اسمه مجرد ده ما بيحصل زي ما قال دين ايه والارن ايه بيتفك عن بعضهم والانزيم بيتفك والترانسكريبشن ترميناتد بيتوقف الترانسكريبشن وبينتهي عملية الترانسكريبشن دي نهاية الترانسكريبشن في مختلفة شوية عن البروكيوريتك لان البروكيوريتك بنهاية الجين بتوقفوا سكونس دا ولما بنشوفو بيحصل ويقابل ده يسبب في ان الترانسكريبشن يتوقف تقنسى الخلاص ترانسكريبشن انتهى الجين تلع خليك فكر بس يحت دي الجين عصول والترانسكريبشن وتفك أو الترانسكريبت تطور كباتي وبقى فيه ماذا بعد ان الترانسكيبشن انتهى؟ بيحصل حي اسمها بروسسينج للأيو كاريولتيك ار نيي بروسسينج لأيو كاريولتيك ار نييي دي عمليات مهمة جدا هي موضوع التلت حلقات اللي جايين الحلقة دي والحلقتين اللي بعدها يمكن تلت حلقات كمان هنتكلم فيها عن ايه العمليات اللي بتحصل بوست ترانسكيبشن او بوست ترانسكيبشن بروسسينج حاجات كتير جدا وهنتكلم عن الحلقة دي الكاب والتيل والحلقة الجاة هنتكلم على طيب في البكتيريا ايه اللي بيحصل؟ تعالوا نجيب كده صراحتنا الحلقة دي قبل كده صراحتنا الحلقة دي قبل كده تعالوا نجيب ادي الخلية حلو؟ و ادي دين ايه جوه الخلية؟ بتاعت البكتيريا تمام؟ و اه ترانسكيبشن ترانسكيبشن بيحصل اهو نفترض ان الاحمر ده الارن ايه و بمجرد حدوث الترانسكيبشن بتبدأ عملية ال ايه الترانسكيبشن والريبوزومز بتمسك في الارن ايه كده وتقوم ايه؟ عاملة عملية ال ايه الترانسكيبشن بعدها يطلع بقى بروتين شكل عامل كده ايه اذا نلخص الموضوع ده بايه؟ ان بمجرد حدوث الترانسكيبشن بمجرد حدوث الترانسكيبشن في البكتيريا بتحدث عملية الترانسكيبشن تحصل عملية الترانسكيبشن يعني دين ايه مرتبط بالرن ايه مرتبط بالرابوسومز لأتي 3 كده و4 مفيش أي بروسيسكن بيحصل ما بين الترانسكيبشن وما بين الترانسكيبشن ولكن في ال ايه كريتوك الموضوع مختلف فيه بروسيسين بيحصل مبعد الترانسكيبشن قبل الترانسكيبشن في البكتيريا زي ما نقول هنا البكتيريا د Para فورا فورا and directly ويتكون البروتين. في ده مش بيحصل. في لازم يحصل لازم يحصل تغييرات محورية ومهمة جدا. قبل ما يحصل من النواع الى حانتفقنا ان في بيحصل في النواع ويحصل في فبيحصل هجرة من النواع الى للرن اي او للامرن اي فالكلام قبل بقى ما تحصل الهجرة دي قبل ما ينتقل من النواع الى لازم يحصل شوية لازم يحصل شوية الكلام ده اكتشافوه امتا اكتشافوه الف تسعمائة وسبعين واحد اسمه جيمز قال لك الامة الرن اي اللي بيحصل له في النواع اكبر من اللي اللي بيحصل له الى بروتين في السيتو بلاسم يعني ايه يا محمد يعني هاتلي كده الخالية انا رسامها هو تاني ادي النواع اللي في النواع حجمه ادي كده والارنال في في السيتو بلاسم حجمه ادي كده فاكتشفوا انrale هو نفس المولكيول الارنال اللي جوه النواع كبير بكتير جدى عن الارنال اللي في سيتو بلاسم ده معنى ان في حاجة بتحصل جوه النواع في حاجة اسمها بتحصل جوه النواع ايه دي مش عارفين لحد دلوقتي مش عارفين هنعرفها خلال الآن اللي قالوا بعد كده قال لك ده أنا ال العنوان له جوه أنميه بريم رنى لأن ده مش ده اللي بحصله بحصل تغييرات فتير جدا قبل ما يحصل له تغييرات كتير جدا قبل ما هاجر الى الثيتوبلازم لاازم يحصل له بروسيسينج في النياكلياس بفور ان هو يروح للثيتو باسم ويصبح م ارنى ايه ماتل ارنى او ميليكول من اهم وكتير انه گه هما من احد البروسيسينج hurو بروسيس same 2 processing الاولى بنسميها والتانية بنسميها زي هاي شافين كده ده هيحصل ترانسكيبشن للديني ده ديني. الفوق ده ده ديني. ده ديني. بيحصل ترانسكيبشن الى ارن اي. الارن اي بيبقى. الارن اي اهو بنسميه بري ام ارن اي. اللي بيطلع ده اسمه بري ام ارن اي. حل? بري ارن اي ده برايم وفي سري برايم. اول حاجة بتحصل للبري ام ارن اي حاجة اسمها كاب انتيل. كاب انتيل. بيحصل اد لكاب. اهو. وفي سري برايم برضو بيضاف معين اسمه تيل. لسه مش موجود في الصورة دي بس هنشوفه في الصورة اللي جاي. اذا اول حاجة انه بيحصل اضافة لكاب وحاجة للتيل. سيكونس معين هنتكلم عنها في السلايد اللي جاي. وبعد كده بيبدأ انه في سيكونس برضو معينة بيتم اختيارها اسمها بيتم اختارها انها تتحط في الترانسكيبت وسيكونس ستشال. لو نلاحظة اللون الارنج دي كلها تحطت في الترانسكيبت. بعد عملية السبلايسينج. ولكن السيكونس اللي في النص دي اسمها انترونز اتشالت. العملية دي عملية بنسميها السبلايسينج. ومن هنا ده بروسيسينج تاني حصل على الترانسكيبت وهو جوا النواة. بعد كده بعد كده ما بيحصل السبلايسينج بيضيفه التيل. اللي هو موجود في الصورة دي اهو. اصبح عملية البروسيسينج. ان احنا بنضيف كاب. بنعمل سبلايسينج. بنضيف تيل. وفي النهاية لو بصينا على الحجم بتاع الموليكيول اللي هو في بداية الترانسكيبتشن دوا. هنلاقيه اكبر بكتير جدا من الموليكيول اللي هو في النهاية الترانسكيبتشن دوا. ليه? لان فيه حاجات الضافت وفيه حاجات تشالت من او البري ام ارن اي. وانتاج لي في الاخر ما يسمى بماتيور ام ارن اي. هزا الماتيور ام ارن اي عنده القدرة ان هو يهاجر من النيكيس الى السيتوبلازم ويحصل له وزاوت اللي انا شرحتها دلوقتي دي اللي هي الكاب والتيل والسبلايسينج. مش هيحصل ان هو يخرج برا النيكيلاس او مش هيحصل له ترانسكيبتشن بشكل سريم او مش هيحصل ترانسكيبتشن اصلا. طيب نبدأ بالكاب والتيل. من اهم مصطلح بوست ترانسكيبتشن يعني بعد الترانسكيبتشن حاجة حصلت بعد الترانسكيبتشن. بنسميها موديفكيشن يعني تعدلات بتحصل بعد الترانسكيبتشن هي اضافة ما يسمى بي سيفن ميسايل جوانوسين كاب. هو سيفن ميسايل جوانوسين كاب هو عبارة عن موليكيول مركب كيميائي. بيتضاف الى الفايف برايم ديريكشن للامرن اي. وباضافته الى الفايف برايم بيبقى مضفنا ما يسمى بالكاب. طبعا كاب لان هو في الهد بتاع الامرن اي. لو لو ما جازن اولنا. الكاب ده اكتشفوا اتنين. واحد اسمه اه واحد اسمه اه جيمس. اه وقال لك خلي بالك ده بيتضاف بعد اول ما بيبدأ الترانسكيبت يخلص ينتهي او اول ما بيطلع بيتم اضافة الكاب. اول حاجة اول حاجة بتحصل في العملية هو اضافة الكاب. الكاب دوا بيساعد انه يحصل استقرار الامرن اي. اه وبيحميه من حاجة اسمه النيكليزيز اتاك. النيكليزيز اتاك ده عبارة عن انزيم. اي حاجة اخرها ايس كده ده بيبقى انزيم بيقدر نوى يقطع او يقصر الموليكيولز. النيكليزيز اتاك دوا انزيم ممكن يقصر الارن اي. فالكاب ديا بتحمي او بتقدر انها هي تعمل للفايف برايم اللي هي بتاعة الامرن اي من ما تقدرش انها هتكسرها يعني. مش بس كده. الكاب ده مهم جدا في حاجة تانية انه هو بيساعد على من النواة للسيتوبلازم. يبقى هو بيساعد كمان على ان هو الامرن اي يخرج من نقص السيتوبلازم. ومش بس كده كمان. حاجة التالتة في وزفته ان هو مطلوب لبداية الترانسليشن. لان بداية الترانسليشن هتبدأ من عند الكاب. هتبدأ من الهيد بتاعة الامرن اي. وبالتالي الكاب دوا بيقدر ان هو يعرف يعرف البداية بتاعة بتاعة الامرن اي. الكاب ده شكله بسيط جدا خلص. يعني تمام? ونية عند بداية الامرن اي في بتاعة الامرن اي. بيقدر يضاف موليكيول بسيط جدا عبارة عن طبعا احنا اخدنا ارجان الكيميستري يا شباب عارفين الاسماء الكيميائية بتتسمى ازاي. عبارة عن موليكيول في اه اه مجموعة وهو عبارة عن موليكيول دي متضافة في الزرة رقم سبعة من وانسين وتضافة وبتقوم متضافة اللي هي موجودة في بتاعة الارن اي. الترايفوسفات موجودة في بتاعة الارن اي. تتكون وتتضاف بالشكل دوا. ادي معي الارن اي موليكيول. وادي معي الكاب. اتضاف للارن اي. ويعرفنا وظيفة الكاب ان هو بيساعد على عملية بيساعد على خروج الارن اي من النيكلس الى السيتوبلازم. وكمان اه بيحمي او بيساعد على حماية الهد بتاعة الارن اي من النيكلسس ان هو يدمرها او ان هو يقزيها باي شكل. ده بالنسبة للكاب. طب التيل يا محمد خلص خلصنا الحلقة. انت مستعجل على ايه? التيل هو عبارة عن حاجة بتضاف في نهاية الام ارن اي. الحاجة دي عبارة عن اه. سواني بس مش لقي الماوس. اه. عبارة عن اي 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 اي. كده. اي 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 اي. جبت الضاف في نهاية الام ارن اي. حوالي ماتين وخمسين نيكلس تايد. اللي هو في في السري برايم انت بتاعت الارن الارن اي. في السري برايم انت النهاية بتاعت الترميناشن لو نفتكر في اول سلايد في الحلقة قلنا الانت بتاعت الترميناشن بيجي بناء على ان هو بيحصل ان الارن اي بلي مرس بيواجه مجموعة من الارن اي 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 او اي 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 او بيبدأ يكسر الترميناشن حوالي بعدها بعدها بوم كرة saradhanaشن مdirectوربي اي 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 او اي 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 سيكون signs لش unos arrive الترانسكريبشن. وبعدها بعشرة الى خمسة وتلاتين يكتب بيبدأ يكسر الترانسكريبت ويسيب الترانسكريبت والقرر ان يسيب الدين ايه وتنتهي عملية الترانسكريبشن. الانزايم دوان الانزايم دوان بيبدأ اللي هو اسمه بولي ايه دوان هو بيبدأ يضيف دي بتانيه خمسين لنهاية الترانسكريبشن اللي هو موجود في ويبدأ بعد كده مجرد ان هو يضيف اللي هي بولي ادينين او بيبدأ ان هو يكونها في كده واصبح عندي الكاب متضاف من قبلها ويبدأ عندي اضافة كاب ان تيل البولي ايه ديين تيلز موجودة في الامرن ايه اللي هي موجودة في الخلية تقريبا في كل الامرن ايه اللي موجودة في الخلية موجود فيها الاند دي يشوف النهاية بتاعت السيكونز يشوف يشوف اه السيكونز نهايته ويبدأ يضيف مجموعة من ايه 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 موجودة في كل الترانسكريبشن واحد بس هو في الايه كريتك اللي هو الهيستون بروتينز دي ما بقاش ما بقاش فيها بولي ايه حقيقي مش عارف ليه نعنديش معلومة في الموضوع ده هنا ولكن لو انت مش عارف الهيستونز هي ورعا عن البروتينات بتقدر ان هي بتعمل باكينج للدين ايه وتصغر حجم دين ايه جوه النواة عشان تكونه في شكل وهيئة اه باكت دي من ايه وتقلل من حجمه وتكون الكروموسومات والكروماتين وبكده قدرنا ان احنا نضيف الكاب وقدرنا نضيف التيل واصبح الموليكول بتاعنا جاهز لعملات اللي بعد كده وجاهز ان هو يحصل له ترانسليشن. يطبق عندنا خطوة واحدة بس عشان الترانسليشن يحصل. ويتبقى عندنا خطوة واحدة بس عشان ينتقل من النواة الى السيتوبلازم. الخطوة دي هي خطوة اللي نتكلم عنها ان شاء الله في الحلقة اللي جاية والحلقة اللي بعدها وغالبا الحلقة اللي بعدها كمان. هياخد مننا حلقتين الى تالت حلقات. نتكلم فقط على شكرا شوفكم الحلقة الجاية. وسلام عليكم.